الثامنة صباحا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف شكرا لك جمعنا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافق وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسام عسكر بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة كما ترأس الرئيس السيسي اجتماع مجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدم الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري ورجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر كما وجه الرئيس السيسي التحية لأروح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم لحماية الوطن وأصون مقدساته أكدت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح في الانتخابات الرئاسية 2024 أنه استجابة لدعوة المصريين في الساحات والشوارع في جميع أنحاء الجمهورية واستكمالا للمشهد الديمقراطية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشح لفترة رئاسية قادمة وحسب ما نشر على الصفحة الرسمية أنه سيتم أعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان هنكمل الحلم بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات وأكدت الصفحة الرسمية للحملة أن الرئيس السيسي يأمل في أن يقدم الشعب أفضل الأمثلة وأن يظهر للعالم بأكمله حجم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أن الحملة سوف تكون مفتوحة لمشاركة جميع المصريين وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والإجراءات في وقت قريب لاحق استقبل وزير الخارجية سامح شكرين مستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة تناول اللقاء استعدادات وزارة الخارجية لتنظيم استحقاق الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج وفقا للقواعد والضوابط والقرارات المنظمة التي تضحى الهيئة الوطنية للانتخابات كما أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية الدور الذي ستطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية خارج البلاد في الإشراف على تصويت المصريين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة مشيرا إلى أن وزارة الخارجية حرصت على الاستزام الكامل بأحكام القانون وقرارات الهيئة التي تستهدف نزاهة الانتخابات وحماية إرادة المواطنين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مادبولي مواصلة العمل أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق بما يسهم في انخفاض الأسعار خاصة السلع الغذائية وخلال اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق أشار مدبولي إلى العمل بالتنصيق مع البنك المركزي على توفير المكونة الدولارية المطلوبة ووضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية وشهد الاجتماع استعراض مختلف جوانب مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة رئيسه كافانا مكارثي من منصبي وجاء التصويت بواقع 216 لصالح إقالة مكارثي مقابل 210 لرفض الإقالة وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي يقيل فيها مجلس النواب رئيسه وكانت الخلافات بين مكارثي ونواب الجمهوريين قد دفعت الكونغرس إلى مزيد من الفوضى بعد أيام فقط من تفاديه بصعوبة إغلاق الحكومة أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية انتقدت الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن مكافحة أسلحة الضمار الشامل لوصفيها الدولة المنعازلة بأنها من الدول التي تمثل تهديدا مستمرة وذكر تقرير الوكالة أن متحدثا بأسمى وزارة الدفاع الكورية الشمالية اتهم الولايات المتحدة في بيان بإثارة تهديدات نووية من خلال تدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وإرسال غواصة نووية استراتيجية وقال المتحدث أن الجيش الكوري الشمالي سيواجه الاستراتيجية العسكرية الأمريكية باستراتيجية الرد الأكثر صحقا واستدهمها ورياضيا اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالندي الأهلي تدريباته استعدادا لخوض مباراة أمبي ضمن منافسات بطولة كأس مصر ويلعب الأهلي مع أمبي مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار دور النصف النهائي لكأس مصر وكان الجهاز الفني للأهلي قد أغلق ملف بطولة دور أبطال إفريقيا بعدما حسم الفريق تأهل إلى دور المجموعات عقب التخطي فريق سان جورجي الإثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الاثنين وثلاثين للمصابقة القارية ختم موجة الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر